بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس علم القراءات برواية قالون عن نافع نلقاكم من جديد وفي باب جديد بعد أن أخذنا سوية مجموعة من الدروس أخذنا كما تعلم عزيز الطالب ميم الجمع وهاء الكناية سنأخذ اليوم باب المدي والقصر وباب المدي والقصر هو باب كبير جدا من أبواب القراءات لأنه يحصل فيه اختلافات كثيرة بين القراء سنتعلم في هذا الباب المراد بالمدي والمراد بالقصر ثم سنعرف أقسام المدود ومقاديرها بالنسبة لقالون الذين قرأوا له المدود هي باب كبير جدا من أبواب القراءات ويختلف فيها القراء اختلافات شتى ولكنه باب سهل جدا نهاية هذا الدرس سأعطيك ملخصا أو مشجرا يوضح لك كل ما ندرس وهو باب سهل لا يغر كثرة التفاصيل فيه وتشعبات فإنما هي على قسمين سنرى سوية أولا عزيزي الطالب قبل أن نخوض في الدرس ما هو أصل هذا الباب ومن أين جاء ومن أين استمت يقول بن مسعود أو روية أن ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله الذي قال رسول الله من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود وكان يقول عن نفسه ما من كلمة في القرآن إلا أخذتها من فن نبي صلى الله عليه وسلم أي سمعها من فن نبي مباشرة يقول كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة أي قصيرة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أقرأك يا أبا عبد الرحمن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها إذن هنا عندنا استمداد واستنباط شرعي قال ما هكذا أقرأنيها وهنا أقرأها الرجل لاحظ الثلاث نقاط التي وضعناها قرأها الرجل بالقصر قد تسمع كثيرا من يقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين وليقرأ جاء أحدهم يقرأ الملائكة بدون مد ولكن من مسعود نهى هذا الرجل قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله هذا السند الذي رواه ابن مسعود ونقل عليه قال أريد منك أن تمد القراءة مدا ما الخطأ الذي وقع فيه الرجل قصر موضعا يجب فيه المد وما الصواب الذي أرشده إليه ابن مسعود قال للفقراء والمساكين هنا يتضح عزيزي الطالب ما هو المد اتضح لديك ما هو المد المد هو إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة إطالة الصوت بأحد حروف القراءة الثلاثة إذن لدينا الألف ولدينا الواو المضموم ما قبلها ولدينا الياء المكسور ما قبلها هذه الثلاثة نسميها حروف المد يجب أن يكون قبل الواو مضموم وقبل الياء المكسور ثم نمد الصوت فيها زيادة عن المتعارف عليه هذا يسمى المد إذن نقيضه مباشرة القصر وهو حبس الصوت إطالة الصوت بأحد الحرف والقصر هو حبس الصوت على المقدار الطبيعي يعني مثل ما نقول كاف وها وعين ونون ألف وواويا نفس الطول أما المد فإن نضع أكثر من ألف نطول فيها مثل ما ذكرنا سابقا للفقراء ما السبب في قراءة في المد؟ ما هو سبب المد في القراءة؟ متى نمد؟ لماذا نمد؟ متى نمد؟ هل نمد عندما نريد؟ هل نمد حسب الصوت؟ هل نمد حسب المقام مثلا؟ أو نمد هناك قواعد معينة؟ المد عزيزي الطالب له سببان في القرآن ليس لهما ثالث الأول الهمز والثاني السكون هذان السببان هما الذان يتسببان بالمد إذا جاء همز أو جاء حرف ساكن طبعا مع الأحرف الثلاثة إذا عرفت هذه الصورة فإن سيتضح لديك الدرس القادم بكل سهولة لدينا حرف البد ثلاثة والمد هو أن نطول الألف أو نطول الواو أو نطول الياء زيادة على المد الطبيعي لماذا نطول؟ بسبب وجود همز أو سكون التوضيح في هذه النقطة سنراه الآن أول مد هنا نسميه المد المتصل ومن اسمه أن يتصل حرف المد والهمز في كلمة واحدة عكس المتصل المنفصل لدينا هنا متصل لاحظ الملائكة حرف المد الملائكة هذا الألف جاء بعده همزة فإذا نسيت التعريف فطبق المثال الملائكة ألف بعدها همزة إذا جاءنا ألف وبعدها همزة أو جاءنا ياء وبعدها همزة أو واو وبعدها همزة بشرط أن يكون في كلمة واحدة متصلان يعني الملائكة وجيئة والسوء هذه الثلاثة أمثلة نسميها المد المتصل المد المتصل لأنها اتصلت في كلمة واحدة هذا هو أول أنواع المدود مذهبوا قالون فيه أربع حركات مثل حفص الملائكة بالمناسبة عزيزي الطالب لا يوجد أحد من القراء العشرة كلهم يقرأوا هذا المد بالقصر فإذا كنت تقرأه بالقصر فعرف أنك مخالف للجميع وهو خطأ يجب أن تتداركه فيما بعد إذا كنت تقرأ الملائكة وجيئة والسوء والسوء وعمثالها يجب أن تمد فيها أربع حركات وقد سمعنا حديثة بن مسعود قبل قليل عندما عدل وقال أقرأنيها رسول الله شاهدوا ذلك من الشاطبية التي ذكرناها في الدروس المسبقة إذا ألف أو ياءها بعد كسرة أي الياء بعد كسرة أو الواو عن ضمن لق الهمزة طويلة وهو بيت مختصر إذا ألف أو الياء أو الواو لق الهمزة طويل إذا أحد حروف المد الثلاثة زائد همزة في كلمة واحدة متصل المد المتصل ألف أو واو أو ياء زائد همزة في كلمة واحدة نسميه مد متصل مذهب قالون فيه أربع حركات وبهذا تكون خلاصة الباب كاملة سنعود إليه بعد قليل المد الثاني المنفصل وهو عكس المتصل المتصل في كلمة واحدة إذن المنفصل سيكون في كلمتين وحتى يكون في كلمتين يجب أن تكون الهمزة بداية أولى وحرف المد نهايط عفوا يجب أن تكون نعيد يجب أن تكون الهمزة بداية الثانية وحرف المد نهاية الأولى يعني هنا قو وإنا الكلمة الأولى تنتهي بحرف مد الكلمة الثانية تبدأ بهمزة نرى سوية أن يقع بعد حرف المد همز منفصل في كلمة أخرى وأوضح مثال يتكرر كثيرا عندنا قول الله عز وجل يا أيها لاحظ يا هذا حرف المد أيها الهمزة في كلمة أم كلمتين متصلة أم منفصلة إذن منفصلة لما عرفنا أن المنفصل في كلمتين أما المتصل في كلمة واحدة أعطي مثال على المتصل لسبق الملائكة وجيئة وشاء وجاءة والسوء وأمثالها كثيرة كلمة واحدة فقط أما هذا فهو قو أنفسكم إن أنزلناه الذي آمن يا أيها كلمتين كلمتين يجب أن يكون كلمتين حكمه بالنسبة لقالون 2 لاحظ أول كان متصلا قويا فحكمه 4 فقط فلما انفصل بالنسبة لقالون أصبح فيه جواز القصر وجواز التوسط 4 نسمي التوسط 4 2 و 4 بالنسبة لقالون لو أردنا أن نرسمه كما رسمنا السابق فإن نقول حرف المد الألف والوا واليا زائد الهمزة ولكن فيه إيش؟ فيه كلمتين منفصلات الأول وضعناهم في قوس واحد هنا في قوسين مختلفين شاهدوها من الشاطبية فإن ينقصر فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا والباء رمز قالون بخلفهما أي له الوجهين واضح؟ بالمناسبة لحفص كذلك في المنفصل 2 و 4 حتى الآن لا يختلف قالون عن حفص يعني عندما تقرأ قو أنفسكم فإنه جزء تقرأها بالقصر اقرأ قو أنفسكم أو التوسط قو أنفسكم وكل أمثالها كذلك نكمل المد الثالث عفوا هنا في صفحة إضافية تكون عند القانون ولا تكون عند حفص وهي كلمة أنا كلمة أنا إذا جاء بعدها همزة قطع يقول الله عز وجل وأنا أول المسلمين يمدها قالون يقول وأنا أول أنا أحيي فيثبت الألف ويكون من قبيل المد المنفصل يعني هذه كنا نقرأها لحفص وأنا أول المسلمين ما في ألف وأنا أول نوم مفتوحة أما بالنسبة لقالون فإنها تكون وأنا أول المسلمين قال هنا أنا أحيي وأميت تكون من قبيل المد المنفصل فما حكم قالون بالمد المنفصل ذكرنا بالصفحة السابقة فإن ينفصل فالقصر أبادله طالبا بخلفهما أي له اثنين وأربع لاحظ المتصل قوي حكمه أربعة المنفصل ضعيف اثنين وأربعة ننظر إلى ما بعدها هنا مد البدلي ومن اسم البدلي أننا بدلنا شيء ذكرنا سابقا حرف المد الألف الواو الياء ثم الهمز بعده الواو والياء ثم الهمز أما البدل فإننا نعكس الأماكن أي نحضر الهمزة أمام حرف المد لأنه بدلنا مواقعها وانظر آمنوا تبدأ الهمزة قبل الألف كل ما سبقنا الملائكة الذي آمن هنا نقول آمنوا إيمانا آدم أوتوا كل هذه الأمثلة بدل بدلنا مواضع الهمزة والمد بالنسبة لقالون القصر الحركتين وكل القراء مع دورش وليس لنا في هذا درس أما بالنسبة لمد البدل فإن قالون يقرأه بالحركتين كما تعرف وكما تعوت هذا هو ثالث المدود ولا يضيق بالك إن تشعبت المدود سنضع لها الآن خلاصة سهلة جدا تعجبك بعد قليل إن شاء الله المد الرابع وهو المد الذي سببه السكون ليس هناك همز ذكرنا في أول الدرس أن هناك سببين الهمز والسكون على الهمز خرج لنا المد المتصل خرج لنا المد المنفصل خرج لنا البدل أما على السكون فإن عندنا مد لازم ومعنى لازم أن يلزم أن تمده هنا أن يأتي بعد حرف المد ساكن سكون أصليا أو حرف مشددة سواء كان كلمة أو حرفة كل حرف مد جاء بعده ساكن في كلمة أو حرف يلزم أن تمده لاحظ الحاقة أين الساكن في الحاقة يتبادل لذهاب كثير يقول القاف مفتوحة مشدد مفتوحة وين الساكن والصواب أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني مفتوحة والثاني مفتوح فتكون الحاقة بهذه الطريقة حاقة حرفين الأول ساكن والثاني متحرك وهنا جاء الألف فيكون يمد مدا لازما هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب أن يأتي بعد حرف المدي حرف ساكن الآن وغيرها أو يكون حرفا مثل طاسيم ميم وصاد وأمثالها مثل ألف لام را ألف لام ميم كاف هايا عين صاد قاف وغيرها حاميم وغيرها من الحرف إذن قد يكون في كلمة وقد يكون في حرف ما مقدار المدي عند قالون في هذا الباب مقدار المد ست حركات عندك كل القراء السبع كل العشرة يقرأون ست حركات قال ومد له عند الفواتح مشبعا في عين الوجهان طول وفي نحو إطاها القصر إذا قطاها مستثناء هنا قال مد له عند الفواتح هذه الحروف المقطعة والحروف التي سيأتي عندنا في هذا الباب الآن عزيزي الطالب لدينا المد لازم أن يأتي حرف المد ولكن بعده سكون وليس همزة سأضع لك خلاصة سهلة جدا عندنا هنا عزيزي الطالب أسباب المد همزة أو سكون إذا جاء حرف المد ونفرض الألف فقط راح نلاحظون أن نريد الألف والو واليا ولكن سأكتب الألف فقط ألف أو واو أو يا فيما بعد سنرى همزة أو الألف زائد الهمز في كلمة هذا ما نسمي المد هذا؟ متصل ومقداره أربعة فإن ينفصل مجموعتين الهمزة والألف اثنين وأربعة متصل ومفصل فإن بدلنا مواقعها اثنين وأربعة فإن بدلنا مواقعها أصبح اسم المد بدل إذن عندنا متصل ومفصل بدل لاحظون أن بدلنا هنا الألف والواو واليا ثم الهمز كلهم في كلمة واحدة هنا عندنا الألف في كلمة أو الواو أو اليا والهمزة في كلمة يخرج لدينا مد اثنين وأربعة ستة وهو اسمه منفصل إذن هنا عندنا متصل منفصل بدل أما المد الذي يأتي بعد الألف والواوي واليا حرف ساكن فإن نسميه لازم ويمد بمقدار ست حركات وعيد لاحظ هذه الصورة وصممها كما تشاء لدينا ثلاثة مدود سببها الهمزة ومد وحيد سببه السكون المدود التي سببها الهمزة إذا وقعت في كلمة واحدة متصل فإن انفصلت في كلمتين منفصل فإن تقدم الهمز على المد بدل فإن جاء بعد حرف المد حرف ساكن لازم وفي الدرس القادم إن شاء الله سنطبق الألفاظ ونضعها في هذا الجدول ألفاظ للقراءات كلها كلمات مثال هنا ومثال هنا ومثال هنا الذي يهمنا في هذا الباب المسمى والمقدار والمسمى والمقدار والمسمى والمقدار متصل منفصل بدل هذا كل ما لدي في هذا الباب وهو باب المدود باب كبير كما ترى إلا أنه يختصر هنا بسهولة اختصرناه في صفحة واحدة المد المتصل المد المنفصل المد البدل المد اللازم في الدرس القادم من مشيئة الله سنطبق الأمثلة القرآنية ونضعها على هذه الآيات ونضع الآيات على هذه القواعد لدينا آيات على المد المنفصل وآيات على المد المتصل وآيات على البدل أود أن تكتب هذه الصفحة حتى نستخدمها إن شاء الله في الكلمات التي سندرسها فيما بعد أشكر لك إنصاتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته